لاحظتم مؤخراً أني بمارس تمرين الليج برس بحركة أبطأ عن المعتاد بأوزان أقل لهداف معينة لاحظوا معاي الكاحل والقدم وين موجود على الجهاز المسافة بين القدمين قبضة اليد قبضة اليد هاي تمسك تثبت جسمك عشان ما ترتفع المؤخر عن المقعد عشان ما تضر أسفل الظهر عندك النزول إلى الآخر عشان تقدر تنزع على الآخر لازم مسافة بين رجلين تكون أوسع ما يمكن بلس أنه رجلك تكون أو القدم تكون تحت عشان أول شي تحصل على مرونة أعلى للمفصل الكاحل وتتأكد كمان لازم تتأكد أنه الكعب ما يطلع عن البلاطة هاي اللي بتدفعها فبالتالي بتحصل على مرونة أعلى لمفصل الحض مرونة أعلى لمفصل الكاحل مدى حركة أطول تفعيل أفضل لعضلات الرجلين والسلام عليكم